الناس عمرها ما كانت مبسوطة لا الناس كانت مبسوطة الناس عمرها ما كانت مبسوطة الناس عمرها ما كانت مبسوطة لا بس إت كنت مسافر الناس عمرها ما كانت مبسوطة فهمنا الناس عمرها ما كانت مبسوطة غير عمر الناس ما كانت مبسوطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في المراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي هنتكلم عنه المهاردة هو الفيلم المصري 200 جنيه أحداث فيلم 200 جنيه بتاخدنا في رحلة لورقة 200 جنيه من لحظة طباعتها لتوزعها للحظة اللي بتوصل فيها ليد مالكتها الأولى الست عزيزة السيد ومن إيد الست عزيزة المتين جنيه بتاعتنا بتاخد رحلة جامحة وهي بتتحرك من إيد للتانية بتدينا نظرة على حياة ناس كتير وبتورينا معنى المتين جنيه لكل واحد فيهم فيا ترى إيه اللي هيحصل فيلم 200 جنيه خطوة مهمة في الثقافة الجديدة لغزو ضيوف الشرف وأنا تكلمت عن مشكلتي مع الثقافة دي أكتر من مرة ووضحت أن رغم أني ما عنديش مشكلة مع مفهوم ضيوف الشرف بشكل عام ولكن حشرهم فقط لبيع الفيلم من خلال البوسترز والتريلرز يعتبر حركة رخيصة بدأنا بضيف شرف أو 2 أو 3 أو 4 أو أكتر في الفيلم الواحد وبدون أي إضافة حقيقية ودي كانت الحالة في أغلب الأفلام في السنين الأخيرة لحد ما وصلنا للشكل بتاع الخط الدرامي الواحد اللي بيتجول في قصص كتيرة وكل قصة فيها ضيوف الشرف بتوعها وبعدين بيجي فيلم 200 جنيه بإنجاز استبدال الخط الدرامي الواحد بجماد والجماد ده هو اللي بيتجول في القصص المختلفة عشان يدينا فيلم من غير فريق بطولة هم كلهم ضيوف شرف ده في حد ذاته مش هو المشكلة ما هو لو الرحلة اللي احنا بنخدها تسمح بالشكل ده يبقى مفيش أزمة يعني ما ينفعش ننتقد الاستخدام الكثيف لضيوف الشرف من قبل ما نحكم على النتيجة فهل 200 جنيه فيلم حلو؟ لا الفيلم بيتكون من قصص كتيرة جدا وقصيرة جدا وبسيطة جدا بعضهم حسيت انه تم التخلي عنهم بدون نتيجة او رسالة وحتى اللي كان عندهم رسالة الرسالة دي كانت مباشرة جدا وسطحية جدا شخصيات بيقولولنا هم حسين بايه وشخصيات بيقولولنا هم بيفكروا في ايه وشخصيات بيقولولنا احنا المفروض نحس بايه ونفكر في ايه الحاجات من اللي كانوا بيقولوا عليها دي انا مستحيل لا احس بيها ولا افكر فيها زي القصص اللي كانت بتتعامل مع ناس اغنية وكانت بتحاول انها تساوي ما بين معاناة الاغنياء والفقراء لان الفقراء عندهم المشاكل اللي بتصحقهم والاغنية يعيني اه عندهم طبيعة اخرى من المشاكل بس برضو بتصحقهم وبما ان لا دول عارفين يناموا بالليل ولا دول عارفين يناموا بالليل فالفقراء المفروض ما يحسوش انهم اقل حظا والدرجة دي من عدم احترام عقلية الناس بتديقني ولو حطينا القصص دي كلها على جنبه وبصينا على الفيلم كوحدة على بعضها الامور بتبقى مربكة اكتر هو احنا بنحاول نوصل لايه بالضبط فلسفة درجات الانفصال الفيلم بياخد قرار ابداعي عن وعي بيتعارض تماما مع الفلسفة دي بانه يورينا تسلسلين سريعين للورقة بمتين جنيه بتاعتنا وهي بتنتقل ما بين ايدين كتيرة جدا قبل ما توصل لقصتنا التالية طب هل بنحاول نناقش المعنى الحقيقي للفلوس في حياة الناس يمكن بس في بعض القصص ما حسدش ان الموضوع الرئيسي بتاعنا هو اللي الفلوس بتعمله في الناس قد ما هو طبيعة الناس نفسها في التعامل مع الفلوس وبدون تأثير حقيقي للورقة نفسها بطلة الاحداث يعني في الاوقات دي هي كانت مجرد اداة انتقال من قصة اخرى طب هل بنتكلم عن عبثية كل شيء ليه علاقة بالفلوس انا عن نفسي كنت اتمنى ان الفيلم يدور عنده خصوصا ان المخرج بتاعنا هو محمد امين صانع الافلام اللي اشتهر بتبني السيناريوهات العبثية وباسلوبه الساخر في المعالجة كمان وانا قاسف اني اقول اني محستش ان الفيلم ده فيلم لمحمد امين اصلا للامانة في قصة واحدة في توقيت معين شفت فيها بصمات محمد امين وهي القصة اللي بطالها احمد رزق كان فيها توازن جيد ما بين الكوميديا والجدية وكان فيها احساس فريد بالغرابة بس قصتي المفضلة اظن انها اللي كانت من بطولة احمد ادم وليل علوي حسيت انها اطول قصة والاكثر اجتمالا ادم على ما يبدو بذل مجهود لتقمص شخصيته بالمقارنة مع بقية النجوم اللي في الفيلم يعني اللي حسيت انهم جايين بشخصيتهم الحقيقية بس لابسين ملابس تنكرية يعني حتى ليلة علوي في نفس القصة ما كانتش في افضل حالتها باستثناء لحظة معينة كده حقيقي لمعت فيها بقية القصص بتاعتنا حقيقي مليانة مشاكل مشاكل منطق مشاكل تزامن لانها قصص قصيرة جدا فلازم نحط احداث كتيرة مع بعض في نافذة ديقة جدا وما فيش حساب كبير قوي للإقاع او الحبكة او الثغرات بس ارجع واقول باستثناء القصص اللي كانت بتحاول تحسد الغلاب على فقرهم مفيش قصص كرهتها قوي يعني القصة اللي كان بطالها هاني رمزي على سبيل المثال ما كانتش وحشة الحقيقة هي وصلت لقلبي وكان فيها ترقيصة موفقة كذلك هي كانت واحدة من القصص القليلة اللي حسيت ان كان عندها هدف والاداء التمثيلي فيها كان جيد جدا هي بس كانت قصيرة قوي ومباشرة قوي مفيش حاجات كتير ممكن نتكلم فيها فنيا او تقنيا يمكن باستثناء تحية مستحقة لتصميم الانتاج والاخراج الفني على المجهود الواضح في تصميم اماكن تصوير كتيرة لقصص كتيرة بدرجة مرتفعة من الاهتمام بالتفاصيل على الرغم من انهم كانوا عارفين ان المشاهد مش هيكون عنده فرصة انه يدقى قوي في تترات النهاية في لقطات كتيرة حلوة لما كان يدور خلف الكواليس وفي مشهد بالتحديد يبدو انه كان صعب ومعقد وده على الرغم من اني لما شفته داخل الفيلم نفسه ما كانش بيعكس المجهود ده خالص 200 جنيه للأسف مش فيلم حلو وما استمتعتش بأغلب اوقاته هو الحقيقة في اوقات كتير دايقني كمان مش قادر حتى اسمي تجربة لاني ما شفتش فيه تحديات كبيرة قوي ده في الحقيقة ملائم اكتر من اللازم كمان لانه وظف عدد كبير من النجوم مش مطلوب منهم انهم يشتغلوا كتير بس ده لو هيضمن فكرة شكلها ذكي وحلو من برة ويعمل بوستر حلو وتريلر جامدة ويخلي الناس تدخل من ببان السينما ومدام دخلوا وقعدوا فمش فارق بقى الفيلم حلو ولا وحش تقييمي لفيلم 200 جنيه هو 4 من 10 وفي انتظار الفيلم القادم اللي حيجمع اكبر عدد من النجوم من غير ما يشتغلوا قوي ونقشة الحلقة من هو صانع الافلام اللي بعد ما شفتوله فيلم معين حسيتوا انكم عاوزين تقولولو الفيلم ده مش بتاعك يا برينس ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي